تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية حول التفجيرات التي أدت لتدمير جزء من سد كاخوفكا ويحمل كل من الروس والأوكرانيين الطرف الآخر مسؤولية الكوارث التي قد تنجم عن تدمير السد يشكل سد كاخوفكا الذي يبلغ ارتفاعه 30 مترا ويحتوي خزانه على حوالي 18 كم مكعبا من المياه وهي كمية كافية لإغراق المناطق حتى خيرسون يشكل أهمية لتغذية المحطة الكهرونووية ومحطة زابوروجيا أكبر محطة نووية في أوروبا وخدمة خيرسون بري القطاع الزراعي لكن وبحسب مراقبين فإن تفجير السد نعكس بالخطر على روسيا وأوكرانيا معا مسؤولون روس وأوكرانيون أكدوا أن ألاف الأشخاص وعشرات القرى معرضون لخطر الفيضانات على خلفية تفجير السد ومع هذا فإن موسكو كشفت عن أن خزان السد لم يدمر إنما دمر الجزء العلوي من محطة الطاقة في السد نتيجة قصف صاروخي إلا أنه مع طلب كييف من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة لبحث تذاعيات التفجير والتحقيق بالجهة الفاعلة فقد تذهب قضية كهخوفكا إلى تقديرات أبعد حيث يتوقع محللون أن يستخدم الغرب ذريعة جديدة ضد موسكو وهو ما يحذرون منه على احتمال كبير أنها ستكون ذريعة مؤججة لغضب بين الروس والأوكرانيين أي بما يعني إطالة أمد الحرب التي نعكست أثارها على معظم الدول العالم من النواحي السياسية والاقتصادية اشتركوا في القناة